ما هي مرحلة ما قبل السكر أو بالإنجليزية pre-diabetes هذه المرحلة من الأسمية المرحلة التي تسبق مرض السكر طيب ما الفرق بينها وبين الحالة الطبيعية الفرق أنه هناك قيم لسكر الدم القيم هذه إما أن تكون طبيعية وهنا شخص طبيعي أو تكون قيم تنطبق على مرض السكر وبالتالي يشخص المريض بأنه مريض سكر أو تكون قيم غير طبيعية ولكن لم تصل إلى الحد الذي تشخص يعني أنه هذا المريض مريض سكر إذن هذه المرحلة من القيم الغير طبيعية ولكن لم تصل إلى درجة أن يشخص المريض كمرض السكر هذه هي مرحلة ما قبل مرض السكر ما خطورة هذه المرحلة؟ هذه المرحلة خطيرة جدا إذا لم يعدل الشخص من نمط حياته ولم يتجنب العوامل التي ممكن أن تؤدي به إلى الدخول إلى مرض السكر فإنه سيدخل مرض السكر وكذلك تشير الأبحاث والدراسات أن هذا الشخص معارض السكتات الدماغية وأمراض القلب والشرين مثله مثل مريض